تأسست مجموعة فاغنر القتالية الروسية شبه العسكرية عام 2014 وفي العام نفسه تم تكليفها بأولى مهمها علنا في شبه جزيرة القرم حيث ساعدت عناصرها القوات الانفصالية المدعومة من روسيا على السيطرة على القرم حين ذاك واندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا جرى حشد عناصر فاغنر في بداية الحرب لتعزيز القوات الروسية المتمركزة على الخطوط الأمامية لكن مع استمرار الحرب تزايد الاعتماد على عناصر فاغنر بشكل أكبر في المعارك الحاسمة خاصة على جبهات باخموت وسوليدار وتشير التقديرات إلى أن عشرين ألفا من عناصر مجموعة فاغنر يقاتلون حاليا في أوكرانيا لكن مجلس الأمن القومي الأمريكي لفت إلى أن مجموعة فاغنر تنشر نحو خمسين ألف شخص في أوكرانيا معظمهم سجناء وصدرت بحقهم أحكام في روسيا ورغم انخراطهم بشكل متزايد في الحرب يقول خبراء أن فاغنر تكبدت خسائر بشرية كبيرة دون إحراز تقدم كبير يصب في صالح القوات الروسية ولا يجيز الدستور الروسي إنشاء شركات عسكرية خاصة أو جيش من المرتزقة إذ ينص على أن مسؤولية الأمن والدفاع عن البلاد تقع على عاطق الدولة دون غيرها ورغم ذلك فإن القانون يسمح للشركات التي تديرها الحكومة بإنشاء وامتلاك قوات أمن مسلحة خاصة وهي ثغرات قانونية يقول خبراء إنها تتيح لمجموعة فاغنر العمل اشتركوا في القناة